أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتحقيح عناصر الفرد الجريبي الثاني الدورة الثانية الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية مستوى الجدع المشترك للتعليم الأصيل والعلوم والتكنولوجيا إذن بالنسبة للوضعية الاختبارية الأولى فهي تتعلق بمادات الجغرافية من خلال الشغال بالوثائق الوثيقة الأولى كما كتلاحظوا عبارة عن نص جغرافي وكذلك الأمر بالنسبة للوثيقة الثانية إذن ما عليكم سوى توقيف الفيديو لقراءة الوثيقتين معنا قراءة جيدة ومتمعينة ثم بعد ذلك إنجاز ما هو مطلوب إذن المطلوب منا في هذه الوضعية هو أن نجيب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول أن نضع الوثيقتين في سياقهما الجغرافي بمعنى تحديد الموضوع أو الظاهرة التي تتناولها الوثيقتين معنا برجوعنا الوثيقة الأولى فهي تتناول بالأساس ظاهرة التصحر كظاهرة أو مشكلة إيكولوجية وبيئية نتيجة لعوامل طبيعية وأخرى بشرية في حين أن الوثيقة الثانية فهي تتناول بالأساس انعكاسات تساع رقعات التصحر على المستوى العالمي إذن على هذا الأساس بعدما حددنا السياق الجغرافي لكل الوثيقة إذن لابد من تركيب سياق جغرافي واحد معبر عن مضمون الوثيقتين معا إذن ما يفيد هذه السيقة تجليات ظاهرة التصحر والعوامل المفسرة لها وكذا انعكاستها السؤال الثاني يتعلق بالتعريف التاريخي لما تحتخط بمعنى تحديد معاني المصطلحات والمفاهيم الجغرافية إذن يتعلق الأمر هنا بمفهوم التصحر وكذلك البيئة إذن لابد هنا أن نستحضر العناصر الأساسية للمفهوم دون الدخول في التفاصيل إذن من نسبة للتصحر فمعنىها هي تدهور طاقة الإنتاجية أو الطاقة البيولوجية الأراضي سواء كانت زراعية أو رعاوية نتيجة لتدهور عوامل طبيعية وأخرى بشرية أما البيئة فالمقصود بها هي ذلك المحيط أو الوسط الطبيعي الذي يتشكل من عناصر لا إحيائية أخرى حية إذن العناصر لا إحيائية فهي الأغلفاء الثلاث الغلاف الصخري والغلاف الماء والغلاف الهوائي والعناصر الحية المقصود بها العشيرة الإحيائية المرتبطة بالنباثات والحيوانات بالنسبة للسؤال الثالث إذن المطلوب مننا هو أن نستخرج من الوثيقتين المعلومات الجغرافية الآتية أليف من الوثيقة الأولى مظاهر تصحر العوام المفسرة له ثم بعد ذلك باء من الوثيقة اثنان آثار وانعكاسات انتشار ظاهرات تصحر إذن من مظاهر تصحر انطلاقا من الوثيقة الأولى أولا فقدان المصطحات المائية وتراجع مساحتها ثم كذلك تراجع مساحة الغطاء النباتي وإذن الحياة البرية والعوامل المفسرة لذلك فهي ترتبط أساسا بعوامل طبيعية مثل تغير المناخ وكذلك توالي سنوات الجفاف ثم أيضا هناك عوامل أخرى مرتبطة بالأنشطة البشرية التي طبعا ترتبط أساسا بطرق الزراعة غير الملائمة وكذلك يعني الإزالة الغطاء النباتي وغيره بالنسبة للعكاسات أو أثار التصحر من خلال الوثيقة الثانية فهي تتجلع الخصوص في بروز بعض المشكلات الصحية والبشرية مثل سوء التغذية كذلك أمراض الجهاز التنفسي ثم أيضا نقص المياه النظيفة وأيضا ظهور ما يسمى بالنازحين نتيجة ظاهرة التصحر فمثلا على المستوى العالمي يعني من المحتمل أن يهاجر أو أن ينزح من المناطق المهددة بتصحر حوالي 50 مليون شخص بحلول سنة 2030 إذن فالجواب سيكون بعد الصغاء أو ما يفيدها إذن بالنسبة لمظاهر التصحر فهي تتجلع الخصوص كما قلنا في تظاهر الأراضي والغطاء النباتي والحياة البرية وأيضا ازدياد حدات الجفاف وتراجع المصطحات المائية يعني مقصود بها أساسين يعني المصطحات المائية سواء كانت مياع عذبة أو كذلك مالحة ثم أيضا يمكن أن نفسر ذلك بتغير المناخ وتردد الجفاف ثم الأنشطة البشرية نتيجة لإزالة الغابات وأو طرق الزراعة غير الملائمة إذن ما هي نعكاسات انتشار ظاهرة التصحر وآثارها إذن من بين أهم الآثار نخفض القدرة على دعم وتلبية حاجة السكان والحيوانات أيضا تناقص إنتاج الغذاء وصعوبة توفير المياه النظيفة ثم بروز بعض المشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية وأمراض الجهاز التنفوسي وأيضا نزوح حوالي أو احتمال يعني نزوح حوالي 50 مليون شخص في أفقي سنة 2030 عن مناطقين الآن نأتي للإجابة عن السؤال الرابع والأخير ويتعلق الأمر بكتابة فقرة اعتماد عن المكتسبات هذه المعارف السابقة تقترحون فيها الحلول الممكنة لمكافحة ظاهرة تصحر طبعا تبقى طرح بداء الممكنة وحلول الممكنة لمكافحة تصحر أو انتشار ظاهرة تصحر إذن هي ترتبط بمجموعة من الإجراءات والتدابير العملية إذن طبعا ما يفيد هذه الصغة إذن يمكنكم طبعا أن تنتقوا الأفكار المناسبة لما هو مطلوب إذن يمكننا نقصرح مجموعة من تدابير لمكافحة تصحر منها حماية أنظمة الإنتاج في المناطق المهددة بالتصحر أو المعرضة لظاهرة تصحر أيضا القيام مع عملية تشجير لتخليف الغطاء النباتي وبناء مصدات وحواجز سواء كانت فيزيائية أو نباتية في المناطق الجافة وشيب الجافة خصوصا لحد من ظاهرة زحف الرمال أيضا الاقتصاد في استهلاك المياه والاستخدام تقنية زراعية ملائمة يعني تتلاءم مع البيئة المحلية وأيضا التحسيس بخطورة تصحر عبر مختلف وسائل الإعلام الآن نمر للتحرير أو الإجابة عن الوضعية الاختبارية الثانية اللي هي مادة التاريخ من خلال تحرير الموضوع المقالي طبعا كذب قد وضعية اختيارية إذن المطلوب هو الكتابة في واحد فقط من الموضوعين الآتيين عند الموضوع الأول نصه أدت مجموعة من العوامل المتداخلة إلى تراجع مكانة الاقتصاد الإسلامي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد إذن المطلوب هو كتابة مقال تبرزون فيه مكانة الاقتصاد الإسلامي خلال العصر الحديث ثم أسباب تظاهر الاقتصاد في العالم الإسلامي طبعا دائما الموضوع المقالي لابد أن تتوافر فيه الشروط المنهجية والشكلية وأيضا المعرفية إذن الجانب الشكلي يعني دائما يرتبط به تنظيم ورقة التحرير ثم الجانب المعرفي أن ننتقل الأفكار المناسبة لما هو مطلوب ثم وأن تكون هذه الأفكار مترابطة ثم الجانب المنهجي يعني كتابة مقدمة طرح الإشكال الإجابة عن الإشكال في العرض التحليلي ثم أخيرا خاتمة إذن بالنسبة للمقدمة ما يفيد طبعا هذه الصغة إذن تراجعت مكانة الاقتصاد الإسلامي خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد نتيجة لعوامل عديدة من بعد كنترحوا الإشكال إذن ما مكانة الاقتصاد الإسلامي خلال العصر الحديث وما هي أسباب تظاهر الاقتصاد في العالم الإسلامي إذن بالنسبة للسؤال الأول إذن ضمن الفقرة الأولى إذن أهم الأفكار التي ممكن أننا نستثمرها ونوضفها في هذه الفقرة إذن مكانة الاقتصاد الإسلامي خلال العصر الحديث أولا الإشارة إلى تراجع دور الوساطة التجارية العربي الإسلامي بين قارات العالم القديم التي نقصد بها قارات أسيا، إفريقيا وأوروبا وأيضا تقلص الإشعاع التجاري للبحر المتوسط وتزايد الثقل أو المكانة الاقتصادية للمحيطين الأطلانتي والهندي خصوصا بعد تحول هذه الطرق من المسالك البرية نحو المحاور التجارية البحرية ثم أيضا كساد لمبادلة التجارية وتدهور المراكز التجارية العربية الإسلامية وازدهار بالمقابل التجارة المثلتية لصالح الأوروبيين سواء شرقا أو غربا إذن طبعا هذه الأفكار لابد من الربط بينها في فقرات ثم من نسبة الفقرة الثانية أهم العناصر أو المعطيات إذن المرتبطة بتدهور الاقتصاد في العالم الإسلامي أولا اكتشاف طرق تجارية بحرية جديدة في عقاب الاكتشافات الجغرافية لأن الأوروبيين دفعوا إلى اكتشاف مناطق جديدة الوصول إلى الأسواق التجارية وإلى منابع التجارة البعيدة المدى عن طريق البحر ثم أيضا احتلال الإيبريين أي إسبانيا والبرتغال يسواح الهامة من العالم الإسلامي بسبب ضعف السلطة المركزية وأيضا تخلف البنيات الفلاحية والصناعية في العالم الإسلامي وتراجع دور مسالك التجارة الصحراوية في المبادلات العالمية لصالح التجارة البحرية إذن كخاتمة ما يفيد هذه الصغة إذن أدى تحول طرق تجارية نحوى البحار والمحيطات وسيطرة الأوروبيين وهيمنتهم عليها إلى تراجع المداخل وأيضا تضرر الاقتصاد في العالم الإسلامي بشكل عام لذلك يمكن أن أطرحت السؤال كامتداد إذن من عكاسات ذلك على البنية الاجتماعية للعالم الإسلامي نمر بعد ذلك إلى الموضوع الثاني ونصه شهدت أوروبا خلال القرن السابع عشر والثامن عشر الميلاد بروز فلسفة الأنوار أو فلسفة التنوير على يد مجموعة من الفلاسفة والمفكرين إذن المطلوب هو كتابة مقال من فقرتين الفقرة الأولى تبرزون فيها مفهوم عشر الأنوار وخصائصه وفي الفقرة الثانية إبراز وسائل انتشار فكر الأنوار إذن دائما كانت تتعامل بطريقة كما قلنا منهجية مع الموضوع المقالي إذن منسبة المقدمة شكلت فلسفة عشر الأنوار في أواخر العصر الحديث منعطفا في أواخر العصر الحديث منعطفا فكريا حاسما في تاريخ أوروبا من بعد كانت ترحل إشكال إذن ما مفهوم عصر الأنوار ما هي خصائصه وما هي وسائل انتشاره ضمن الفقرة الأولى إذن أهم الأفكار إذن نحدد أولا معنا عصر الأنوار إذن كحركة فلسفية تبلورت في أواخر العصر الحديث وهي امتداد لعصر النهضة وجزء من الحداثة الأوروبية من بعد كانت نذكره بعض الرواد كديك كارتيوم جون لوك جون جاك روسو وغيرهم إذن من خصائص فكر أو عصر الأنوار أولا ترسيخ قيم ومفاهيم ترتبط أساسا من الحرية العقلانية لعدالة المساواة والتسامح ثم أيضا تطور المناهج العلمية العقلية والجريبية ثم الصبغة الإنسانية أو الإنسية للحركة أو لعصر الأنوار ثم انتقاد الكنيسة وأنظمة الحكم المطلقة ضمن الفقرة الثانية إذن من وسائل انتشار فكر الأنوار المعاجم العلمية مثال معجم العقلاني للعلوم والمهن والفنون الصالونة الثقافية كصالونة السيدة جيوفخان المقاهي والصحف ثم أيضا الأكاديميات والنوادي والجمعيات العلمية والأدبية وكذلك الرسائل والكتب وغيرها إذن بالنسبة للخاتمة شكلت أفكار وقيام فلسفة التنوير الأسس المرجعية لقيام الثورات السياسية والجتمعية في أوروبا منها مثلا الثورة الفرنسية لذلك يمكن أن نطرحها السؤال كامتداد إذن ما أسباب قيام الثورة الفرنسية إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسه ونفقها في تبليغ مضامن وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو السفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحل والقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته